بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة ان شاء الله. اه الفيديو النهاردة اه تكملة اه لسلسات الغرز الخياطة اليدوية. اه النهاردة ان شاء الله يا حبيبي هنعمل غرزة اه جميلة وبسيطة جدا. اه اسمها غرزة الشلالة. طبعا اكيد كلنا بنعملها بس ممكن نكون مش عارفين الاسم بتاعها. طبعا القدرين منا يعني كلنا طبعا شطار وعارفين كل حاجة. باسم الله. فاحنا النهاردة هنستخدم اه الخيط الكوتون برلي ده. ده خيط كوتون برلي. هنغير شوية الملونة. طبعا احنا الغرزة دي ممكن نحن نستخدمها. في حاجة كتير جدا. ممكن نستخدمها ان احنا لو عايزين نعمل كشكشة في الملابس بتاعتنا. ممكن نعمل آآ سدري فستان طفلة بآآ كشكشة بسيطة كده يدي لها منظر جمالي. او آآ ان احنا نسبت بها آآ جزء معين برضو بكشكشة. هنشوف هنعملها ازاي. بسم الله. عندنا لضمنا الخيط طبعا. اللي بعرفش يلضم زي حالتنا كده ممكن يستخدم ايه? قلنا يستخدم اللضامة ووردكوا قبل كده ان احنا يستخدم اللضامة ازاي? دي لضامة يا جماعة. طبعا ما بنشوفش نلضم القبرة طبعا. انا عن نفس واعرفش لضم القبرة. فاحنا ممكن احنا نستخدم اللضامة ديا. احنا بتسهل لنا. آآ لضم القبرة. هنقود الخيط وعملين آآ خط مستقيم كده. هنعمل على الغرزة بتاعتنا. الغرزة بسم الله كده. هنعمل اول آآ سراجة آآ نعمة او سراجة ديئة بالضبط. ديئة كنا بنعمل غرزة سراجة بالضبط. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه? عشان تبقى الغرزة اللي احنا بنعملها النهاردة اللي هي غرزة الشلالة. يبقى احنا دخلنا الخيطة هوا ورابطينه وقعدينه من تحت. بسم الله. عليش بقى النضارة. بسم الله. بالطرقة دي كده. مندخل الابرة ونطلعها آآ وتكون ديئة كده. ويا ريت يكون قد بعضها المسافات. اتفقنا لو مش عارفين آآ نزبط المسافات قد بعضها ممكن نقسها ايه? بالمسطرة نشوف المقاس اللي احنا عايزينه. نص صمتي ربع صمتي. ونقه? ونزبطها بالمسطرة. لو عارفين نشتغل كده من غير منقيس خلاص. اهي? اكنا بنشتغل السراجة عادية خالص. فيش فيها اي مشكلة لحد الوقتي. وبإذن ما فيش مشاكل ان شاء الله. نبتدي كده اهو. طبعا دي اساسيات الشغل برضو يا جماعة. عارف ان احنا كتير من ايه عارف الغرز ديا بس برضو يا ايه في وسط الغرز الخياطة فاحنا ايه? قلنا ان احنا ناخد كله يبقى خلاص ايه? ما نسيبش حاجة. ان شاء الله. بالطرقة دي كده اه. لحد ما نكمل السطر بتاعنا. الغرزة دي لو معمولة كم سطر جنب بعض. وآآ سحبنا الخيط يعني وعملناها ايه? عملناها كشكشة هيبقى شكلها جميل جدا. وخصوصا طبعا لو بلون مخالف آآ موش لون القماش بقى ايه? بشكله جميل. بالطرقة دي كده. خلاص احنا نكمل ايه? الجزء اللي احنا محددينه. نهاية السطر اهو. بالطرقة دي كده. هنسحب بس الايه? هنسحب الخيط. هنشوف احنا عايزين مثلا ايه? الكشكشة اللي احنا عايزينها ادي ايه? فاحنا نسحب المقدار اللي احنا محتاجين. بالطرقة دي كده. دي يا جماعة غرزة الشلالة. غرزة سهلة وبسيطة ويعني بتدي شياكة في الشغل اهل. وتخلص في سواني دعم ما ما فيش في اي مشكلة. اتمنى الفيديو النهاردة يعجب حضراتكم. آآ ما تنسونوش من التعليقات والاشتراك في القناة. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة